ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الرئيس أردوغان رفع حالة الطوارئ بتركيا وهذا كان وعد من وعوده الانتخابي ولكن بالوقت نفسه عم يمرر أنون في المجلس النيابي الأسبوع القادم أنون حول مكافحة الإرهاب وهذا القانون فيه يعني كل البنود تقريباً اللي كانت موجودة بأنون الطوارئ إذن يعني الرئيس أردوغان والحكومة في تركيا ستحافظ على كثير من الأمور القمعية التي نفذتها في الأسابيع والأشهر الماضية هناك عشرات الألاف من القضاء والأساتذة والموظفين والضباط والعسكر في السجون والوضع السياسي رغم الانتخابات التي حصلت والتي فاز فيها الرئيس أردوغان الوضع السياسي لا يزال قلق وهذا يؤثر سلباً ليس فقط على الوضع السياسي ولكن أيضاً على الوضع الاقتصادي الليرة التركية في حالة تدني خطير لا يوجد ثقة كبيرة في المستقبل السياسي في تركيا إذن الاستثمار الأوروبي وغيره في تركيا لا يزال قلق ناهيك عن مشاكل تركية في سوريا الشمالية الغربية إذن الرئيس أردوغان لا يزال يواجه عدد كبير من التحديات ترجمة نانسي قنقر